اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعشان ما قلنا جديد في جديد يا اهلي والمهندس عدلي لخص المسألة كلها في انه هو ده الاهلي وهو ده معدن الاهلي كلما زادت الضغوط زادت اللحمة زاد الاسرار ظهرت روح الفنلة الحمراء ودايما مع بعض يا اهلي معك يا اهلي احب زكاء في التصويق في الاعلانات ودايما اللوجو والسلوجن بتاع اي شركة بيعبر عن حاجات كتيرة جدا 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 ويه اختصرت بكلمة واحدة معاني كتير قوي واختارت النادي الاهلي عشان تقوله معاك يا اهلي ويه احنا الجماعية الروح الحقيقة حاجة بسيطة ومعبرة جدا 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 ولذلك اتوقع باذن الله انها تكون في الصدارة باذن الله ولو هعيش احكي في تاريخك ما يكفنيش ده ربط بين كل الاجيال وده التأكيد على هي ده القيمة الحضرية للنادي الاهلي مش بس القيمة التسوقية القيمة التسوقية نبع من هذه القيمة الحضرية انه الاجيال دي كلها لو فضلت تعيش عمرها عشان تحكي عن قصة الاهلي وامجاد الاهلي ومعنى الاهلي واسباب تفوق وتميز الاهلي عمرها ما يكفيش انا اعتقد عشان كده سيد إبراهيم فعلا كلمة الاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم ده ايه بتلخص حاجات كتير جدا فعلا يعني تفوق الاهلي وصدرته قوته في انه عظيم نادي بيكسب لانه بيكسب بكسبه ناتج من عظمته عظمة التمسك بالقيم عظمة النشأة عظمة اعلاء السلوك على النتيجة عظمة التحدي عظمة ادراكك انك انت يعني ايه تتحمل الاساءة عشان تديلك دفعة بدلا ما تحبطك انك انت ترد بعمرك وبانجازاتك لا الاهلي يا جماعة اللي ياخدوا كده ويتمعن فيه يخرج بفلسفة هيلة في الحياة علشان كده ما اعتقدش ان انا هسيبك بسهولة تعدي من الجزئية بتاعت كلما زادت الضغوط زاد الاصرار على النجاح ويمكن ده بمناسبة كمان مرور سنة بالزبط على عمل مجلس ادارة النادي هي فرصة ان احنا نشوف وصلنا لغاية فين من العمل بعد سنة كاملة من عمل مجلس الادارة النهاردة من ثمار العلاقة او علاقة الرعاية الجديدة انه شركة وي احدى الشركات الرعية للنادي الاهلي تعمل هذه الاغنية اللي انا مش فاهم دايقة الناس فيه ناس منافسين اخرين دايقتهم الاغنية وشفت تعليقات كتيرة في السوشيال ميديا من جمهير اندية اخرى متضايقة بل بالعكس البعض بيحرض وبيدعو وبيشجب ومش فاهم ده ليه طيب تيجي نجرب اه تيجي نجرب ويهي اعلانة انحيازها للنادي الاهلي اللي مش عاجبه نشوف اي الكتل ولتكن مباراة مين اللي ينتصر فيه لسبب يا استاذ ابراهيم نفس الشيء بمجرد ما الاستاذ محمد كامل اشاد بالاهلي وباس الكابتن خطيب الدنيا قامت ومعدتش النهاردة اكبر شيء تعرف ساعتها احمد حسين ميدو قال ايه قال ان احنا عملنا ده عشان نوقف اي حاجة تانية ما وقفتش بالعكس زادت النهاردة اكبر شركة رعاية ودعاية واعلان وتسويق في ظهر الاهلي يوم تيجي احدث شركة للخدمات المحمول وهي دخلة بقوة ومولود عملاق ليعلن وعاك يا اهلي معاك يا اهلي وشركة يعني عايز اقول ايه معنى كده ايه ان دي قيمة تسويقية يا جماعة بلاش جدل مش محتاجين نتكلم كتير هنيجي هنيجي هنتكلم كتير لا مش يعني مضطرين نتكلم كتير حتى وان كنا مش محتاجين لكن مضطرين ان احنا نتكلم كتير على الاهلي وكل ما تم في خلال سنة في مراجعة ربما كانت مناسبتها ان النهاردة في مباراة الاهلي والمقصة ظهر الاهلي جديد في جديد ظهرت سمار الصفقات الجديدة ظهرت الفانيلا الجديدة نتاج هذه العلاقة الجديدة ايضا بكل امتيازاتها ومزاياها ظهرت الروح الجديدة ظهرت حالة الانسجام الجديدة ظهرت البصمة الجديدة للمدرب اللاتيني او الارجوياني صارت تأثير عودة الاصابات اللي قلنا ان اجيه ممكن يعتبر اضافة كأنه صفقة والناس برضو ساعتها لا مش يعني بالناس بتاخد نفسها بسكة لكن ده معناها ايه معناها ان احنا يا جماعة الاهلي ملي بالامكانات يسجل حسين الشحات في اول هدف له مع النادي الاهلي يسجل رمضان صبحي هدف رائع جدا وايضا اجيب يسجل اول اهداف له بعد العودة من الاصابة الطويلة تلات اهداف اجمل من بعض تلات اهداف فيها لمسة هيلة جدا يعني لما رمضان يعمل هذا الاسست وينفزه بهذه البراعة وهذا التحرك حسين الشحات ما حد يقعد يتكلمنا بقى على يتكلموا الصفقات ما حدش له دعوة بين خلوا كل واحد في حاله كده نبقى ربنا كريمنا رب كلنا وحسين يمكن حتى ما احتفلش كتير بعد الهدف وقال ان انا بحترم ندية السابق المقاصة اللي انا كان له فضل علي فبرضو دي مشاعر طيبة يشكر عليه لكن عمرو السلية كمان الله السست عالي جدا جدا لأجيه ما نقول لك كل هدف من الهدف التلاتة ما تملوكش لان انت تقول الله تعرف ايستاذ ابراهيم التحرك بيكبرك على الإجادة وانت ما تكون راجل هتلعب اللعبة دي اللي ما عندكش هذا الخيار مش هتلعبه صحيح هتدوس وتمش شوف السلية اه يعني امكانات جديدة تنطلق نأتيجي التحرك من اللاعب فاهم هو كده الله فعلا مباراة للمتعة وثلاث اهداف ممتعين جدا جدا الجون الثالث كمان لرمضان صبحي منتهى الفواءان والمهارة والاحساس بالمكان والثقة انه يتصرف كده في الحتة دي بكعبه فيجيب الجون عامل عامل الاسبوع اللي فات المباراة هائلة اه وشامل زيك اللي جابه لين احساس رمضان بالمكان ويلعبها بمنتهى السلاسة بالكعب علشان يكون الهدف التالت ويطلع صورة والدته وزوجته معاه علشان يتكلم على الدافع والدعم ليه باستمرار جدول الدوري وصل بقى حولت عليك واحد بس زي مالك تعادل مع بيرامدز تلاتة تلاتة برضو موراقوية جدا جدا ودي تعتبر يعني تاني احسن نتيجة او تاني اسوأ نتيجة الافضل منه طبعا في موخص الاهلي في دنيا المصالح انا مليش دعو بقى ما تاخدناش في اي مناطق اي في دنيا المصالح مصلحتنا كان ان يفوز بيرامد النهاردة مصلحة الكرة المصرية والدوري المصري وانه هو يسخن وزي ما بقولك يولع كان في فوز بيرامد ولكن تاني نتيجة بعديها اتعادل الفريقين الاهلي وهو الاقل اداءا في كل الجدول ده يعني الاهلي يلاعب 15 مباراة واقل واحد بعديه 17 مباراة واخد بالك اللي هو زمالك هو في المركز التالت ينفرد بالمركز التالت او مش بينفرد هو المقصة تصور ان المتشوم النهاردة كان على المركز التالت بس المقصة بيزيد باربع مباراة الاهلي الاهلي اقل من الزمالك بمباراتين مجموعهم 6 نقاط الاهلي بيقل عن الزمالك ب12 نقطة دلوقت 42 ل30 الاهلي اقل من بيرامدز 5 مباراة واقل منه 9 نقاط فوز الاهلي في المباراتين المتبقيتين يخليه يقترب اكتر شوية لكنه عدد المباريات بينه بين بيرامدز هو ده اللي ممكن يدي له فرصة كبيرة ان شاء الله انه يتقدم لانه الفارق بينه بين بيرامدز خمس مباريات لسه فيه كتير لا دوري قوي جدا جدا كل اللي شاف اداء الاهلي النهاردة اتأكد انه لا درع الدوري رجع لنصف الملعب تاني ولما بيرامدز اتعادل مع الزمالك لا الدرع استقر في دايرة السنتر مش بوفقا للحسابات السابقة اللي الناس كانت فاهمة ان الاهلي بعيد وانه المسألة تبدو صعبة عليه لكنه المؤكد المسألة كلها بقت في الملعب لو تفرغ الاهلي على نفسه انه يكسب المطشط وبس ملوش دعو بغيره ابقى ريكلك عالدوري بإذن الله لو تفرغ لنفسه ملوش دعو بغيره ملوش دعو بغيره بس بشرط كل واحد ياخد حقه ايوه كل واحد ياخد حقه يعني طبعا انت عندك كواليس وتعيين الحكام بيتم ازاي والامور لو تعملنا بنفس المعايير كل واحد ياخد حقه بس مش عايزين اكتر من كده وعلى فكرة لو كل واحد خد حقه ولقى ما يكسبش الدوري بمنتهى الروح الرياضية حبارك لأي حد يكسب لكن لو حد خد الدوري وانا اشعر ان الدوري تم توجيهه لا حازع لقى حازع لقى حازع لقى طيب مرتن لسارت المدير الفني الارجوياني بعد هذه المباراة الممتعة الحياة اللي لعلها امتع مباريات الاهلي هذا الموسم وان شاء الله تكون فاتحة خير في الفترة اللي جاية ونلاقي كل المستويات ده مرتن لسارت سألته قناة الاهلي بعد المباراة عن انطباعاته عن هذا الفوز وعن اسبابه وعن اجواءه الزميل الكريم احمد كان معاه بعد المباراة نشوفه كبير جدا في التدريبات بيحفز اللعيبة جملة تكتكية بشكل مميز جدا النهاردة في اختلاف في الاداء في اختلاف في الشكل في اصرار وعزيم حبيب يقولي عجم بالتكلمات انتقام كل المسينات وك اشترك موافز بوانش التانيو احن مبساتدي جنوب اشترك مرء في الابدج في الانترنت الاداء في الشط الاولاني كان فوق كل حاجة كان كويس نريد أن نسياد كفريق والنادي كبير فأعزين كفريق نزيد أكثر كمان من الأشياء المميزة لانصفقات المتواجدة مع النادي الألي هي التي تحرز أهداف يعني الانسجام كان سريع مع فريقة للنادي الألي ده يعود للجهاز الفني بتأهيله النفسي لكل اللعيبة بيشوف الانسجام السريع ده ازاي وبيشوف احراز الأهداف مع الصفقات الجديدة ازاي نحن نظر انه يمكننا العامة من التجارة نحن نظر بعض الشيء عن خطوان دفاعات الانتجار لهذه السيئة يجب علينا التجارة يجب أنه كان جداً لنفسنا أفضل من الفائد وفق من حجمنا فالنفاعات كان جيداً وفي كلنا الناس لن تفعي ست أوسطنا أن يجب أن نجمع تفعيل كبيره بيكلفهم نحن نحفظ على نفس الفريق دائما في نفس المتشاط بسبب الأفعاد وفي كروت كمان بسعنا نحن نعبسطين بالأداء الكوائس عودة اللعيب العاديين من الإصابة هي زود قوة لنادي الأهل بنتظرهم أكيد مستمرت لأن أكيد الفترة اللعية في تلاحهم كبير جدا للمباريات بيشوف الفترة اللعية زائم على فريق نادي الأهل bueno eso es posible no lo sabemos se supone cuando hay jugadores que tienen mucho recorrido que han ganado cosas en teoría debería darnos mejor y mejor pero el fútbol es presente así que bueno estamos contentos con lo de hoy ojalá que los tengamos a todos muy contentos con el honor y la edad de la edad todo el público que espera mucho del ministro el mensaje del de siempre sabemos que es un público inmenso y lógicamente tenemos esa responsabilidad sabemos esa responsabilidad hoy hoy el aficionado de la Lali hizo una cena más agradable la gente está más contenta y uno sabe que eso es así y cuando no está contenta uno sabe también que tiene responsabilidad y cuando era increíble que le llegue a la gente que se le llegue a la gente que le llegue a la gente que la gente está contenta y que la gente sea contenta y básicamente que le llegue a los objetivos que le llegue a lograr cosas ان اقترن الاداء بالنتيجة النهاردة وهو ده اللي انا يعني عاد اتوقف قدامه الاسبوع اللي فات ده ناس قدتها كلها واستدرجوا كثيرا من الاهلوية في سكة التقييم القاسي للفريق المبكر بتده بعض الناس تتكلم عن الصفقات بتده بعض الناس تتكلم عن الجهاز الفني بتده طبعا من الاول فيه كلام عن الجهاز الطبي ابتدت الناس الفرحة يعني تشعر وكأنها فيه ناس بيهز الفرحة والامل الذي دعب قلوب الاهلوية بعد الصفقات الشتوية النهاردة انا كنت شايل هام الماتش ليه لان المقاصة في المباراة الماضية عمل كامباك هايل شمس بيكلي شمس بيكلي يعني العيب عامل فارق كبير مع المقاصة العيب رائع وأنا لعلك لاحظ أستاذ إبراهيم أن كل الصفقات الجديدة في معظم الفرق عبرت عن نفسها كويسا يعني النهاردة وده يبين أهمية التدعيم الشتوى الحقيقة أن أنت جايب عناصر جاهزة والمدربين عندهم الثقة أنه يدفع به مباشرة لا وأن كل الفرق بعدها إمكانات نه طبعا واخد بالك السوق السوق فيه حركة حركة إخصادية قوية جدا وفيه حركة فنية عالية جدا واللي كان واللي بيبيع لك مش ندمن أنه بيبيع لك لأنه عارف هيعوض إزاي بالظبط فطبعا مؤكد مؤكد يعني أن الدوري السندي له مضاق الدوري السندي قوي نتمنى الإصابات ترحمنا شوية وبالنسبة الإصابات نحب نطمن سادة المشاهدين أنه الحمد لله النهاردة النهاردة إصابات كلها عبارة كدمات وعجات كده ما تزعجش يعني بإذن الله لكن ظهور قوي للصفقات بالنسبة للآهلي الثلاث لعبة حمد فتحي حسين الشحات حمد فتحي أجيه ورمضان وأجيه ورمضان لا أنا أتكلم عن إجابة اللجوان الشحات أجيه رمضان التقلق التقلق حمد فتحي ناصر ماهر ودي حاجة جميلة كريم ندفد ودي حاجة جميلة ياسر إبراهيم ودي حاجة جميلة محمد هاني محمد هاني ودي تبين الميزة النوعية للعبة الأهلي اللي موجودين دلوقتي الخضرات المتنوعة يا باشوانس يعني أنا مرونة تكتيكية هبصة ألاقي عناصر مدية للمدرب مرونة تكتيكية عالية جدا كريم ندفد هذا اللعب الموهوب العالي جدا يبدأ باكرايت مارت اللي صارتي عايزي لاعب محمد علامة كان حمد فتح محمد علامة أحمد علامة كان حمد فتح فيكون ثلاث تغييرات محمد هاني اتنقل باكرايت رامي أو كريم ندفد يلعب هاف ديفندر عشان علاء يلعب سير دي باك فالتخيل ثلاث أماكن كل واحدة فيهم ادي تكمرونة تكتيكية عالية جدا دي من المزايا اللي متوفرة عند قول العصر بنضاف حتى عناصر الشق الهجومي كلهم هتلاقي حسين الشحات ممكن يلعب في الطرف اليمين أو الشمال هتلاقي رمضان صبحي نفس الحكاية أو حتى صنع لعب هتلاقي ناصر حسين الشحات تتفرج على القائم حسين الشحات ياريت لأنه أول أول هدف حسين الشحات النهاردة من المهم نشوف انطباعه بعد أول هدف له طيب ده ده تابعا أول ظهور بعد ما جاب جون وبرضه هو كان يشعر بالضغط الواقع عليه النسبة الثانية الفرق الذي سوف يحدثه حسين الشحات أعتقد المباردية فيها مكاسب كثيرة جدا جدا أولا استمتع جمهور الكرة المصري بشكل عام بالأداء واستمتع جمهور النادي بالأداء والنتيجة اثنين ان ظهور قوي للصفقات الجديدة يعني يعني فيه حسين الشحات يجيب جون أجيي يجيب جون يطمنك على نفسه ويحدث هذا الفرق الفني ورمضان صبح يعمل أسيس ويجيب جون يشعرك بهذا الفرق الفني ويرد على في الملعب على يعني كثير من الكلام اللي مالوش لازمة ولكن أيضا حمد فتحي وياسر إبراهيم ومشاء الله وحمد فتحي ازاي لما يكون عامل الدور بتاعه كويس يوم يتيح برضو لعمر السلية انه يعمل الدور الإضافي بتاعه بتمرير ولا أروع ونتيجة تحرك أجييه هكذا كرة القدم عندما وي احنا مع بعض عشان كده أنا مبسوط مشعار يعني وعلى فكرة يعني عايزة حي كل القائمين على صفقات الأهلي الشتوية لأنه الحقيقة لو فيه حاجة تقدر تطمنه جمهوره وتسعده التميز المهاري بتاع العناصر اللي جات بالذات في الشق الهجومي من فترات بعيدة قوي كان دايما أو ما كانش بيتوفر للعناصر في الشق الهجومي للأهلي هذه القدرات المهارية العالية اللي بتدي أصحابها فرص للحلول الفردية الصعبة كانت المسألة بتحتاج ديناميكية في الأداء وقوة أكتر منها المستوى المهاري أنا النهاردة عندي ست سبع لعيبة في الشق الهجومي على المستوى المهاري الفردي وعندك أربع راس حربة متعورين والنهاردة بتسجل تلات أهداف وانت بتلعب بدون راس حربة ما عندكش راس حربة صريح وده ده بقى اللي عادة أقوله ألا يظهر هذا فكر فني عالي للجهاز الفني بالزبط ان انت قادر توظف هزا القدرات خدوا بالكو كمان اللي اللي يطمنك شوية او يطمنك كتير كمان على المستقبل ان انا لقي ناصر ماهر رمضان صبحي كريم ندفد صلاح محسن لما يرجع ان شاء الله محمد هاني كل العناصر دول تخيلوا انهم موليد سبعة وتسعين وده بيفكرني آآ آآ اخونا اياه اللي طلع في احد البرامج وقالك هو رمضان صبحي اللي بيسجيله تحت السن هو رمضان صبحي لسه موليد سبعة وتسعين سافر واحترف بقاله ورجع سبعة وتسعين زي ما هو ما هي دي العظمة عظمة انك تكره فما تخدش بالك انت بتقول ايه تكره بدو فهم معلنة فهي دي الفكرة انه تميز العناصر المهارية في الشق الهجومي هيدي متعة عالية جدا في الاداء هيدي فرصة للمدرب انه يقدر ينقل الناس ويحركهم هيدي كمان يعني سبعة وتسعين للحلول الفردية ما اللي عايزة اعرف سبعة وتسعين ده ازاي يسافر ويرجع وهو ولسه موليد سبعة وتسعين وارينا رمضان صبحي كده اذا كان عندك رمضان سبعة وتسعين شوفوا رمضان صبحي سبعة وتسعين اللعيبة كلها رجالة بننقل خبراتنا وزي ما احنا اول ما طلعنا لان اللعيبة الكبيرة اخدت بايدنا احنا كلنا بناخد بايدين بعض انا بقول لكم ابرز ميزة في فرقة الالي العدد الكبير من العناصر المتميزة جدا صغار السن ودلل بناء للمستقبل لما يكون عندك عناصر فيها كل هذا النطج ناصر ماهر لعب مهم جدا جدا في الفرقة موليد سبعة وتسعين برضو الناس هتعمل لها عقدة حكاية سبعة وتسعين ممناسبة يعني السن والصاعدين رغم من دول سبعة وتسعين لما تشوف كمان فلسفة الاعارات بقى بتاعة فطرة الشتاء الاهل خرج مين خرج للاعارة طبعا انتقال نهاي كان صبر رحيل اعارات عمر تحت السن الجزار عمر راح فين عمر راح راح الاتحاد الاتحاد اه الجزار الجزار راح الجونة الجونة احمد حمدي راح الجونة تحت السن احمد ياس الريان احمد ياس الريان راح الجونة تحت السن كريم كريم يحيا راح سموحة تحت السن إذن أنت برضو الصف التاني اللي أنت تستشعر أنك عايز ينضج وعايز تشوفه هذه خمس عناصر من 97 برضو من 97 ده غير أن في عروض أخرى للعبة تانية في أندية أخرى لسه خلال يومين الجايم ممكن يخرج واحد أو اثنين فأنت مؤكد أن في لدمية ناس الشهور بيقول لنا 97 ممكن يعروه 97 أنا عايز أعروه في قناة إيه إسمائي طيب بعدين أقول لك إسم القناة في كل الأحوال نتمنى أن نشوف الأهل كده وتطمن عليه صفوف وراء بعضها بإذن الله طيب برضو كان من المكاسب النهاردة حمد فاتح لعب في مركز الهاف ديفندر لعب الوسط المدافع عنده قدرات عالية جدا عنده حالة من التركيز عالية عنده رجولة عنده دقة عنده إمكانيات دفاعية عالية عنده حتى قدرة على التكملة الهجومية ما شاء الله عليه ربنا يحفظه لأنه فعلا تدعيم قوي جدا وزي ما بقول لكم فعلا الجمهور سعدته بالصفقات الشتوية وهذه التدعيمات المميزة جدا في كل الخطوط خلق حالة من النشوة وحالة من البهجة ونتجتها باقينا في الملعب نشوف حمد فاتحي وانطباعه بعد هذا الفوز السلاسي كلام موزون شخصيات متزنة أنا بحب كده ما فيش الكلام التقليدي وإزاي كبير بيساعد الصغير والأدين بيساعد الجديد كمان وهو ده المعنى الذي يؤكد عليه الجميع وبإذن الله اللي جايه أفضل بإذن الله يا رب لأن احنا عندنا برضو فريق خارج الملعب يستطيع أن يحقق نفس الإبداع نتمنى الكلام ده وبناسبة بقى الرعاية وإزاي الرعاها زي بره يعني واحدة من أقرب الصفقات فيه لعيب في المصرية للتصالات أو مصرية للتصالات المصرية للتصالات ويه كنا بنتفع عليه لعيب برضو 98 لعيب مماش جدا حتى 98 لعيب مميز جدا بمناسبة يبقى عمه محمد الليسي ومحمد عمل دور خلف السطار لازم أشكره عليه لأن كان فيه أطراف كتيرة جدا بتتجاذب اللاعب لكن هو بإصراره إنه مش حيروح غير آلي محدش يتكلمنا لا وكلا لعيب ولا أندية تانية بتاع ده بتاع الآلي ففضل معنا الحقيقة اتفقنا على الرقم فالكابتن الخطيب دحك كده بعدين قلت له كابتن ده ده ما تشوف الموضوع ده لأنه الرعي بتاعنا هو المسؤول عن الاتصالات فتكلم معهم مشاله خمسين في المية فورا خمسين في المية كان فيها تجاذب برشلونة أو ريال مدريد دخلت شركة ملابس كبرى وجهته مولته مولت الصفقة مصلحيتها فيه مصلحيتها أن يروح يلبس الفانيلا دي مع الفرقة دي فراح ريال مدريد فأنا عايز أقول لك راح ريال مدريد أظن مش كده فأنا أنا بس بذكر مولتا بتكلمني كده بتذكر بعض الأمور طيب دون راحة بقى ما فيش وقت وإحنا لما بنعرض لكم انطبعات اللعيبة زي ما بتسمعوها بعد المباريات هدفها الحياة نقطة مهمة جدا أرجو لجمهور الأهل ينتبه له مين قال لكم الحالة العالية جدا اللي كان عليها فريق النادي لقال النهاردة ما أزعجتش الناس زي أزعجتهم جدا وحتلاقوا اليومين جايين احنا شفنا الفترة اللي فاتت موجة الإصابات والتشكيك في العلاقات ضرب العلاقات بين اللعيبة مع بعضيها اتقال انه ازاي اللعب الفلان اللي جاي هياخد قد كده واللعيبة اللي موجودة هتاخد قد كده ده محاولة بس الفتنة ومحاولة ضرب يسفين بين اللعيبة مع بعضيها رغم ان المهانس عادلي طلع هنا في أكتر من مرة وأكد انه حتى اللعيبة الجداد القيم التعاقدية اللي بياخدوها أقل من اللعيبة الأدامي اللي في النادي مفيش حد أعلى منهم مش حد أعلى من اللعيبة الكبار لكنه لما يتقال باستمرار الحقه شوفه فلان مزمزق من فلان اللعيب الفلاني محدش بيبصيله لا لعبت معرفش ايه محدش بيبصيله ماشي فحتسمعوا كتير لانه الحال اللي كان عليها فريق الأهل النهاردة هتزعج الناس دي جدا وحتسمعوا قصص كتير من مصادر معينة وأنا قلت لكم هناك حملات ممولة ومدعمة لعرقلة الأهل مش هيسكوته مش هيستريحه كلما زادت ضغط زادت تحدي زادت نجاح زادت تلاعب أنا مبسوط بالحالة اللي الناس بتاجن بيها الأهلي لأن الأهلي مش عندوش طرف أنه صهي إنسانيا كل المسؤولين كل اللعيبة كل الأجهزة مدركة أنها لن ينقذها إلا تلاحومها مع نفسها وتلاحومها مع جماهيرها والجماهير عرف هذا الكلام شفتوا المرة اللي فات الحلقة اللي فاتت جبنالكو إزاي الجرائد متفقة مع بعضيها على انطباع واحد ووضح جدا أنه الفاكس جاي من شقة مدينة نصر بالعرب كده أنه ضرب مباشر في رمضان صبحي وحسين الشحات وتقال أصل الخواجة مش مقتنع بحسين الشحات وبيه رمضان صبحي وعايز أحمد الشيخ وعايز نصر ماهر طب بالعيمة وبانت أنه موجودة في أكتر من جرمان ما يفيد أنه ده جاي بتوجيه كانت النتيجة ايه النهاردة اللي تقلقوا واللي سجلوا رمضان صبحي وحسين الشحات وقدي ايه كان مرتن لصر سعيد بداء فالرد جاي في الملعب هل هل الحد بيتكلم مع الجاز الفني تلعب مين ومتلعبش مين لا قناعاته بيحطها في الملعب ما ده اللي بقوله لك وبين الله هو الشيخ ده لعب كبير لعب كبير طبعا دوره جاي طبعا بدون راحة بقى الفريق بيستقنف تدريباته بكرة عشان عنده يوم لتنين ساعة تمانية مساء مباراة مهمة مع وادة دجلة في الأسبوع العشرين باستمرار الأهل هيكون هدفه زي ما المهندس عادلي قال تحقيق المكسب اكسب اتشكل ضغط مستمر على المنافسين هتشكل رغبة متزايدة عند لعبتك ان هي الرابط هتبني جدار ثقل كبير جدا بينك جدار ثقل كبير بينك وبين جمهورك وحتبعت رسائلك للمنافسين كل ده مش هيجي إلا مسام ده وعي جدا من الجمهور وأنا لما كلمتكم على أهمية المسام ده في السوشيال ميديا بقت بديل عن المدرجات كان الفريق بياخدوا الطاقة الإيجابية بتاعته والدعم المباشر من المدرجات في حال عدم أو نتيجة لعدم وجود جماهير في المدرجات أصبحت السوشيال ميديا وكل الأسطح الإعلامية المختلف هي الفرصة المباشرة لصناعة مناخ إيجابي مع الفريق فنتمنى أنه الكل يعيدور والكل يساند بقوة الكل يعرف أنه الضغوط اللي على الأهل والحروب اللي بتشن على الأهل والحملات الممنهجة والمدعمة لإعاقة مسيرة النادي الأهلي تخلي زي ما المهندس عدلي بدأ الحلقة كل هذه الضغوط تزيد الأهل لحمة تزيد الناس كلها مع بعضها تلاحم وإصرار أكتر أنه يكون الأهل بإذن الله في المكان اللي يستحقها والمكان اللي اللي لايق بيها هذه المكانة يا بشموندس الاتحاد الدولي للإحصاء الرياضي أو لإحصاء كرة القدم عمل تصنيف لأندية العالم كلها فيما يخص القرة الأفريقية النادي الأهلي جاء في المركز الأول وعلى مستوى العالم كان ترتيبه الـ 58 نادي الزمالك الشقيق غاب عن قيمة أفضل عشر أندية في أفريقيا في 2018 الأهلي كان الأول الترجي التونسي كان التاني فيتا كلب بالكنغول الثالث مزيم بالكنغول الرابع أول أغسطس الأنجول الخامس السادس كان الرجاء البيضاوي المغربي قبل نجم السحلي وقبل زيسكو يونيتد الزنبي وقبل نهضة البركان المغربي اللي كان في المركز التاسع قبل العاشر والأخير سانداونز الجنوب أفريقي لكن كان الأهلي في الترتيب الـ 58 عالميا والأول أفريقيا ليه ده من إيه إحنا شفنا الأغنية معاك أهلي أغنية وي إن أنا لو عشت طول عمري هحكي على أمجادك مش هخلص فهي دي الأمجاد اللي دايما وآبدا من خلالها بينطلق الأهلي للمزيد مش يعني مش كلام أصلا كلام الأهلوية لا انطباع حتى عند بقية لعبة الأندية الأخرى عبدالسطار صبري نجم نادي المأولين ونجم منتخب مصر واحد من أصحاب التجارب الاحترافية الحياة اللي كانت جيدة لعب لبنفيكا البرتغالي عبدالسطار كان نضيف في قناة صادة البلد سؤل على سر تفوق الأهلي أفريقيا نشوف عبدالسطار قال ايه طيب عندنا فقرات كتير يا رب نلحق نخلص معظمها عايز يبتدي بإيه يعني عندنا الرعاية وعندنا التوازنات وعندنا عايز أبتدي باللي انت بدأت بإيه عشان مش هسير التحدي ليه التحدي أنا أقول لك حاجة الكلام مش وقته خالص بالضبط لا أنا بس تشعر حاجة في الأهلي يا أستاذ أفراهيم كل ما تضغط عليه بتخلق جواه طاقات تحدي للنجاح وبيعمل لك إضافات ما كانش هو نفسه عامل حساب أصعب موسم فات عن نادي الأهلي في كل حاجة حتى على مستوى التمويل التمويل إنه الرعاية في كل شيء أنت مرتين يتسحي منك الراعي وفي المرتين تكتشف أنك تقدر تحقق ميزات أكتر وبيلا تردد يجي لك البدائل والبدائل بعضها الأهرام والأخبار يعني يتحدوا لأول مرة عشان ياخدوا عقد كبير الزنادي الأهلي توم بريزنتيشن ما تسيبهاش وتاخدها أكبر حاجة في تاريخ الأندية 520 ده بخلاف طبعا البس التلفزيوني ده معناها إيه؟ معناها جماعة الأهلي قمتوا كم نافيف واقتصادياته تأتي من هذا الرسوخ هذا الركوز راكز اسم راكز ضارب جزوره في السوق ضارب جزوره في التاريخ اللي عنده هذا البراند أو هذا المصنف ما يقلقش كل المطلوب منه اشتغل وهذا ما يملكه الأهلي الشغل والإخلاص الشغل والإخلاص وأنا قلت لكم من البداية يمكن مرور سنة على انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي ولو بنتكلم على المجلس قابل نتكلم على المجلس وده بيفكرني بالكلمة العبقرية اللي قالها الدكتور محمد العدل في مدخلته معنا الأسبوع الماضي قالك لما بتكلم إجابة عن الأهلي يطلع حد من الشباب على السوشيال ميديا يقول لي انت بتطبل لله قال لهم الله ومالهم ما طبلتش لله لها طبل لمين ايوة بطبل على رأيه شام الجغل أما قالك ايوة بغير بغير اللي عنده مجلس بهذه القيمة وهذه القمم وهذا الأداء وهذا التجرد وهذا الإخلاص وهذا الترابط من حقه يطبله لو عنده لو عنده ده لكن لما يكون أنا في خلال سنة في فن صناعة الكوادر مش انت بتتكلم على خدمة الحركة الرياضية لما ييجي الأهلي ينظم قبل كده بطولة أفريقيا للسلة رجال وسيدات فيسند البطولتين إلى شابين لأول مرة يدخلوا مجلس الإدارة الأستاذ محمد الضماطي والأستاذ محمد الجرح يحسن لجم العليا فبص حجم الأداء وشعلة النشاط والحماس والخبرات اللي أخدوها ييجي كمان ينظم البطولة الأفريقية رجال وسيدات في الكرة الطائرة فيسندها لتنين تحت السن لتنين على قدر عالي جدا من الكفاءة العلمية من الارتباط بين الأهلي بالقيمة الرياضية ألاقي الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة من الدورة السابقة بطل مصر وبطل عالم في الكراتي ولقى الدكتور محمد سراج رجل دكتور في الجامعة الأمريكية واخد رسالة دكتوراه من جامعة ريال مدريد في المنشآت الرياضية فما فيش تأهيل علمي ولا ارتباط أهلاوي ولا حماس أعلى من كده فيسند إليهم مجلس الإدارة رئاسة اللجنة العليا للأنسات وللرجال هو ده دور صناعة الكوادر لخدمة الوطن النادي الأهلي اللي بيتكلموا عليه دول شوفوا قدم إيه للحركة الرياضية دكتور حسام الصفة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد دكتور عمر علوان اللي بيتكلم من شوية رئيس الاتحاد الأفريقي عايزين تشوفوا قيمة النادي الأهلي شوفواها في هذا الرجل اللي كان بيتكلم وهو ابن الزمالك الأستاذ خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصر لكرة الطيرة شوفوا كان بيتكلم ان احنا لما بنفكر ننظم بطولة العالم مفيش أفضل من النادي الأهلي ينظمها ينظمها ثقة مطلقة في قيمتك وقدراتك وعظم عظيم يا أهلي مش عشان بتكسب انت بتكسب عشان عظيم وانت بتعمل ده انت بتخدم الحركة الرياضية في الأساس انت بتخدم الوطن في الأساس لانه حتى في المنشآت الرياضية دورك الوطني في تجهيز وتأهيل وبناء المنشآت الرياضية الحلقة الماضية اعرضنا لحضراتكم افتتاح سلطين على احدث مستوى من الكفاءة الرياضية صالت في الجزيرة صالت تنس الطولة وصالت الجنباز الجنباز جعبة مهمة جدا في النادي الأهلي وفي منتخب مصر ومنتخب مصر تقريبا في الجنباز بيتحكز على النادي الأهلي قوي الأكبر قعدة للممارسة في الجنباز في النادي الأهلي فيكون ان النادي الأهلي يهتم بتجهيز وانشاء صالت الجنباز وافتتاحها عرضناها لأسبوع الماضي وبالمناسبة في السياق ده عايز اقول كلمة برضو لان الناس بتتكلم على فكرة العمل المتتابع يطلع حد يقول لا صالت الجنباز كان مجلس الإدارة السابق هو اللي أنشأها أو هو اللي عملها احنا هنا معنيين بتحية كل من يعمل لصالح النادي الأهلي المجلس السابق المجلس الحالي المجلس اللي حييجي كل واحد بيضيف لابنا في بناء النادي الأهلي لازم نوجه له التحية ما هو؟ بتكمل بعض لكنه كانت الصالة اللي كانت موجودة في العام الماضي أو مع المجلس السابق افتتاحها وقتها المهندس محمود طاهر وفقا لإمكانيات والقدرات اللي موجودة انت النهاردة عملت طفرة كبيرة جدا عملت إضافات عالية جدا في أجهزة الجنباز وطورت الصالة علشان تعمل صالة كبيرة جدا هتسمعوا كلام رئيس الاتحاد المصري للجنباز وهو بيحتفل مع النادي الأهلي بفتتاح هذه المنشآة الرياضية المهمة جدا عشان تدركوا النادي الأهلي بيعمل إيه المصر هي إيه الخدمة اللي مجلس الإدارة بيعملها بدون ما لحد بيزايد ولا حد بيهدل كان الكابتن المدالة عايزة أقولها سيد إبراهيم الكابتن محمود الخطيب كان حريصا باستمرار لأن يشير إلى دور المهندس محمود طاهر شكر المجلس السابق وقال إن إحنا جئنا طورنا هذه طبيعة الأمور عشان كده أنا لما كنت بندهش لما كنت بتحاور مع المستشار الهندسي في الفطر اللي فاتت وهو بيقول لك عملنا عملنا تقول يا سيدي أنت عملت أنت خدت البنية التحتية هكذا كانت هكذا كانت الصالة يعني لو عندك الصورة نتجول فيها دي الصالة اللي كانت موجودة وقتها وكانت فيها ألعاب منتهية الصلاحية وكان فيها حاجات البوساط بيعور اللعيب أشاهد البوساط شكله عامل إزاي لكن طبيعي جداً ويا جزر المهاتس محمود طارق كان موجود كان كامل ويطورها وهو ممكن يكون ساعتها ألعاب لما قبله أنا اللي عايز أقوله ما فيهاش أنا وانت هو النادي الأهلي هو ده هو ده المفتاح أو اللغز الناس مش عارف تفهمه ويه ما فيهاش أنا وانت مفيش إحنا حادش بيعمل حاجة بقول أنا الذي يفعل كل شيء اسم النادي الأهلي هو اللي بيوكدنا بيشربنا بيدينا الرعاية بيدينا الفلوس وبيدينا البرستيج وبيدينا التاريخ اللي نستند إليه بيدينا الكوادر اللي نقدر نبني عليها هو النادي الأهلي فكلنا بنكمل بقى شوفوا معمل تفريخ معمل تفريخ لأبطال الجنباز حنشوف الدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجنباز في النادي الأهلي وأيضا رئيس الاتحاد المصري للجنباز الاتنين انطبعتهم بعد افتتاح صالة الجنباز العالمية للآلب بكل هذه الإمكانيات أسرة الجنباز سعيدة سعادة غير طبيعية بالنقلة اللي حصلت والتطوير الكبير اللي حصل زي ما حضرك قلت فعلا الأجهزة اللي جت على أعلى مستوى مواصفات عالمية معتمدة دوليا من الانتحاد الدولي المجلس دارة النادي مشكورا خد قراره بأن لازم التطوير يحصل على أعلى مستوى مفيش يعني نص نص ممكن تعمل حاجات يعني توازنها مديا لا المجلس كان عنده رؤية أننا لازم نجيب أحسن مواصفات عالمية وأحسن مركات عالمية وفعلا دل حصل المجلس قرر التطوير بالكامل من أول يوم وده كانت في خطته اللي مرتبطة بيه البرنامج عائلية الأهل وبمجرد المجلس وصل إلى الإدارة بدأ في اتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية فعالية إدارة نشاط الرياضي استلمت القرار ده بخيرت كامتر روف عبد القادر وبدأت تشتغل بمنظومة متكاملة عشان نوصل لإن هذا الأمر يتم لإن هذا الأمر في حسابات كتيرة جدا هتشتري إيه ومواصفاتها إيه واللعيبة والفرق هتروح فين والمدة هتبقى قد إيه وتوزيعة الصلاة هتبقى قد إيه عايزين نرفع معدل الأمان بالنسبة للأجهزة إنسالة الجنباز هي من ضمنها في التصميم لازم تبحث عن أعلى معدلات الأمان عشان تحافظ على اللاعبين فده تم كله عن طريق جهود كبيرة جدا جدا من كل إدارات النادي من كل العاملين في جميع الإدارات المعنية بهذا الأمر بتكليف من مجلس دارة النادي وبإدارة كابتان ياسر عبدالعادر طبعا بشكر دكتور مهند نجدي قد مجلس دارة اللي كان ماسك الملف وبشكر كابتان ياسر عبدالعال كان دينامو الحقيقة يعني نائم مدير النشاط يعني مش عايز أقولك كل الناس كانت موجودة بتزق بشكل مبهر وصلنا في النهاية إلى هذا الصرح العالمي اللي قدامنا ألف مبروك للنادي الأهلي والمجلس دارته من أسرة الجنباز جوا النادي الأهلي اللي احنا شايفينه النهاردة وفعلا مجهود سنة تقريبا احنا كابتحاد مصر الجنباز النادي الأهلي برياسة كابتان محمود الخطيب كان طلب بيننا المشورة والمعاونة الفنية وجينا عملنا عدة اجتماعات من سنة فاتت جهزنا فيها ايه أفضل الإمكانيات وأفضل السبل وأفضل الشركات اللي ممكن تجاهز الصلاة لحد ما رسى الموضوع على الشركة الفرنسية بعدها حصلت مشاورات بيننا وبين الشركة وما بين النادي وما بين الاتحاد لوضع أفضل تصميم لاستغلال المساحات اللي موجودة هنا في الصلاة الحقيقة النادي الأهلي جاهز الصلاة بأحسن الإمكانيات موجودة عالميا الصلاة النهاردة تعد من الصلاة رقم واحد في مصر أعلى مستوى أعلى سيفتي إحنا كان عندنا مشكلة هنا في النادي الأهلي رهيبة فعلا وكانت بتمسك خطورة على اللاعبين وكان فيه إصابات كتير جدا في الملعب والحقيقة دل في أول اجتماع مع كابتن محمود الخطيب وكنا اتكلمنا معاه وقالنا إنه إن فيه مشكلة الراجل لم يتأخر وأخد قرار فرحتنا يعني إحنا طبعا عشان متحيزين شوية لعبة الجنباز إحنا فرحتنا كبيرة جدا 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 زينا زي أعضاء النادي الأهلي لأن الصرح ده زي ما هو بيضاف للنادي الأهلي فهو بيضاف لأسرة الجنباز يعني من المتابعة للدكتور فؤاد عميد كلية التربية ورئيس جهاز الجنباز في النادي الأهلي والدكتور إهاب أمين رئيس الاتحاد المصري لكرة للجنباز تستشعر حاجة مهمة جدا 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 التعاون اللصيق المستمر خطوة بخطوة بين الاتحاد وبين النادي الأهلي للخروج بأحسن مواصفات وأحسن منتج لما رئيس الاتحاد يقول لك الصالة وده كانت معلومة عندي ما كنتش ساعتها بضرب بالوضع يعني أن الصالة كانت يعني مش بالمواصفات وكان بتهدد اللعبين بالإصابات هو قال هذا الكلام طيب عشان بعد كده ما تيجي تدي لدكتور مهند أنه يشرف هذه عبقرية خلق الكوادر أو الثقة في الشباب أنك ما تدي له مهمة هو أول دكتور ثانيا بطل عالم في لعبة الكاراتي لعبة فردية ودي جنباز فده مؤكد لما يجي يدرس ملابه هو أو المهند السراج أو الجرح أو الضماطي أو أي حد في المجلس أنا بس بيجيب الأصغر ليه دول هيدرسوه بالشكل اللي احنا كلنا ولادنا والجيل الجديد بيدرس بيه الأمور المعلومات أصبحت متاحة الدنيا سماء مفتوحة توصل بسهولة جدا لأحسن منتج مواصفات العالمية فلما تكون إنسان دقيق في عملك تقدر توصل للنتيجة دي هو ده اللي أنا عايز أقوله هو ده التعاون هو ده الرؤية انت آه كان فيه صالة موجودة ما حدش قال إنها دي استحدثت من العدم حتى الارتفاع بتاع الصالة تم معرعات إنها تبقى بالارتفاعات اللي تسمح إنك مثلا جهازة جهاز العقلة يتركب فيها أظن كده يعني إن كان فيه مشكلة لكن أنا بتكلم إنك إنت لما تيجي تعمل عمل نصق مع أصحاب الخبرة اللي هو الاتحاد المعني أقدر أعمل بطولة عالم هنا أقدر أعمل بطولة عالم هنا فهو ده ده المعيار ده المعيار وده الدور اللي على النادي الأهلي شفت الدكتور فؤاد والأستاذ إيهاب أمين إنه أهم حاجة كان مجلس إدارة النادي الأهلي حريص عليها رفع معدلات الأمان إلى أقصى حد لأنه أنا ما عنديش استعداد إن أنا أروح أود إبني أو بنتي يتدرب جنباز فلا قدر الله يحصل له مشكلة كبيرة الأستاذ إيهاب أمين قال كان عندنا مشاكل بتحصل كتير في قدرات الصالة بسبب كده إن أنت تكون حريص إنك تعلي درجات أو معدل الأمان إلى أعلى حد عشان تحافظ على الولاد دول هو ده الهدف الأساسي وده اللي شجع وده اللي شجع وده اللي يضمن وده اللي أهل أبطال وده دورك فيه إن أنت تخلق عناصر وأبطال للمنتخبات الوطنية في كل الألعاب أستاذ مرين مبدأ رياضي يعطيني ملعبا أعطيك بطلة طبعا طبعا عشان كده شفتوا فيما يخص الكرة الطائرة شهادة الأستاذ خالد ناصف سليم ابن ناد الزمالك وفي الجنباز شفتوا رأي الدكتور إيهاب أمين عن صالة الجنباز في النادي الآلي هو ده الدور رئيس الاتحاد اللعبة رئيس الاتحاد هو ده الدور وهي ده كوادرك لأنه كمان خليني بالمناسبة أهن الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الآلي اللي هذا الأسبوع صدر له قرار من السيد وزير الصناعة بتعينه عضو مجلس إدارة المجلس المصري التصديري للصناعات الغذائية يعني واحد من المشاركين في صناعة قرار التصدير للصناعات الغذائية في مصر الأمن الغذائي محمد الجرحي عضو نفس المجلس تقريبا للصناعات المعدنية شايفين كوادر شابة في مجلس الإدارة بهذه القيمة وهذا النجاح المجتمعي هي دي الأركسترة اللي بيقودها الكابتن محمود الخطيب عشان يقدم كل هذه الخدمات لهذا الوطن الغالي بعيدا بقى عن الكلام وبعيدا عن كل الثرسارة الفارغة اللي أعتقد لو حد هيقف عندها كتير مش هينجح ومش هينجح ومش هيفيد بلده ولا هيفيد ندي تشوف الملفات كمان أستاذ إبراهيم اللي هي محتاجة خبرات أطول شوية زي ملف العضوية للاشتراكات شوف الأسماء اللي فيه هتجد خبرات أقدم شوية لأن فيها خبرات إيه انترفيوهات بتناقش مصوغات قبول العضويات فهذا مجلس فعلا كل الناس اللي فيها بتؤدي دور كبير جدا 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 كل واحد لم يسند إليه ملف تبقى مطمئن تماما إنه هيؤدي على أعلى مستوى يعني الأستاذ إبراهيم الكفراوي شوفوا بقى التأهيل حتى في النادل والأستاذ طريق أنديل وطبعا يعني أستاذ طريق أنديل واحد من القيادات البنكية خالد الجنوك الأجنبية الكبيرة جدا خالدين بقى لقى خالد درندلي بقيمته يعني معرفش يعني انتم تخيلين إنه خالد درندلي عنده ميزة تقريبا ما سبقش اتواجدت مع حد إنه واحد والده والدته كانوا أعضاء مجلس إدارة هو فالعنصر اللي هو وخالد مرتاجي ابن الفريق عبد محسن كامل مرتاجي عليها رحمة الله فأنتم متخيلين حتى كنت بيتكلم على الأستاذ إبراهيم الكفراوي كانوا عضو مجلس إدارة تحت السن في مجلس الكابتن صالح سليم مع الأستاذ العمري فاروق الاثنين كانوا أعضاء تحت السن فيفضل موجود وبعد كده يشغل عضوية مجلس إدارة في مجلس الكابتن حسن حمدي وفي مجلس المهندس المحمود طاهر ومع الكابتن محمود الخطيب فأنتم متخيلين نوعية الكوادر والكفاءات الصورة اللي قدامنا دي أستاذ إبراهيم عقب توقيع عقب فرع التجمع ودي كانت قصة تانية لهذا المجلس أول ما تولى ده ملف صعب جد والحقيقة داره بحنكة العمري فاروق أستاذ العمري فاروق يعني خد فيه شوت كبيرة لا كل واحد عمل عمل يفخر بالدور الأداة في سنة للنادي الأهلي إحنا بس بنعمل لكم مراجعة سريعة خفيفة هو مجلس الإدارة وهو النادي الأهلي عامل إيه البلده وخدماته إيه وطنه بعيدا عن كل الرغي وكل الكلام شوفوا حجم الإنجاز أن أنت تعمل إعمار في التجمع تبدأ تفتتح أو تغير الأرض تغير الأرض المعيوبة وتعمل العقد و بعدين تبتدي تطرح وتفتح وتقبل أعضاء ملف رائع جدا حتى في الملف الرياضي ما أعتقدش حد يقدر يقف لحظة قدام كل هذه الكفاءات من غير ما يحمل كل التأدير للدكتور الراني علواني شوج النموذج الأهلاوي المشرف قوي أنت تتكلموا على دكتور عمرو علواني والدها لا أنت تتكلموا على دي أهلاوية أبا عن جد يعني الأب والجد أعضاء متجزرين في النادي الأهلي وتبقى الدكتورة رانيا النموذج المشرف لمصر في اللجنة الأولمبية الدولية وفي مجلس النواب المصري ما أعتقدش فيه قيمة نسائية بهذه الدرجة العالية جدا من الكفاءة أعلى رياضيا من رانيا علواني هو ده مجلس الإدارة اللي لما تولى المهمة على ذكر التحديات بألمان سعدلي راح بسرعة لحتة التجمع والأرض لا خلينا حتى في الفلوس في الفلوس للبعض أعتقد أنه في أثناء ممارسة عقد الرعاية والأمور شغلة تنسحب الشركة الرعية شركة صلة ثم تنسحب أيضا شركة الملابس سبورتا السعودية وظن البعض أن الأهلي مش حيلاق يلبس ومش حيلاق يصرف شركة الملابس مشيت وشركة الرعاية اللي دفع ربعمية وتمانين مليون جنيه رقم كان كبير في ثلاث سنين لثلاث سنين البعض أعتقد أنه الأهلي حيقفل الأهلي قفل الأهلي بقيمته وبقيمتكوا أنتوا كجمهور وقيمت تاريخه ده توقيع عقد صلة اللي كان ربعمية وتمانين مليون في ثلاث سنين وكان رقم قياسي طيب هذا الانسحاب أو ده إلى إيه أصفر أنه شركة بريزنتيشن الشركة المصرية تدخل كان فيه منافسة من الأخبار والأهرام فيه مشاركة فيما بينهم تدخل بريزنتيشن تاخد حق رعاية النادي الآلي بخمسمية وثلاثين أو عشرين مليون جنيه أربعين مليون جنيه زيادة متخيلين أربعين مليون جنيه زيادة عن الرقم اللي الناس كانت فاكرة أن الأهلي والدها هيشحت وهيقفل يطلع النادي الأهلي كسبان أكثر والأساس محمد كامل والأساس محمد كامل عنده هذا الإحساس بالحب والرغبة والنجاح والسعادة أنه عمل الديل ده مع النادي الأهلي وحسب الصدقة اللي عملها وقال وقتها لو تفتكروا أنا الأوان لبريزنتيشن أنها تاخد لأنه عارف الارتباط بالآلي يعني المكسب يعني الربح يعني النجاح كان عنده كل هذا الامتنان وكل هذا الإحساس وحتشوفوه إزاي ترجم للأغنية بتاعت معاكي أهلي من خلال شركة وي إحدى الشركات المتعاقدة مع بريزنتيشن في رعاية النادي الأهلي من خلال بريزنتيشن كل ده لقيمة النادي الأهلي إحنا يعني مضطرين بنعمل مراجعة سريعة عشان كل حد فاهم النادي الأهلي ده حاجة قليلة أو صغيرة لا يعرف وبيتكلم عن مين وقيمة النادي الأهلي وصلة لفين على كل الأنشطة وعلى كل المناحي المالية الاستثمارية الإنشائية حتى في فيما يخص الأموال مجلس الإدارة لما تولى المهمة كان عنده مشكلة كبيرة جدا تمثلت وقتها في أنه في حكم لصالح شركة ميسك الشركة اللي كانت بتدير قناة الأهلي من قبل وقت انطلاقها وحصل فسخ للعقد في مجلس الإدارة السابق لجأت الشركة السعودية للقضاء وخدت حكم خدت حكم وقتها على النادي الأهلي ب 134 مليون جنيه أعتقد كانت واحدة من مهام الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة العمل على إسقاط هذه المديونية أو هذا هذه العقوبة 134 مليون جنيه إلى أن تمكن مجلس الإدارة في خطوة رائعة جدا في الحصول على حكم من خلال محكمة استئناف عالي القاهرة في دائرة 63 برئاسة المستشار أحمد نصار قضت ببطلان حكم التحكيم رقم ألف واربع لسنة 2014 جاء هذا الحكم الذي يزمس الانتصارا كبيرا للنادي بعدما وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي عقب توليه المسئولية الشكر للمستشار القانوني السابق ياسر فاتحي الذي كان مكلفا بمباشرة هذه القضية بقرار من مجلس الإدارة القائم وقتها إذن اللجوء للطرق القانونية اعتماد القنوات الشرعية في التعامل والمطالبة بالحقوق فضل وراء قضية 134 مليون جنيه كان محجوزة على حساب النادي في البنك وقتها بسبب هذا الحكم وتعامل معها قضائيا وتمكن من إسقاط هذا الحكم في أول فلوس يدخها المجلس الجديد للنادي إنه وفر على النادي 134 مليون جنيه كان على أداءها حتى الفلوس التي كانت محتاجة زي فلوس رمضان صبح نعم طبعا بالزبط هو ده العمل إنت بتعمل من خلال الأطر الشرعية والقنوات القانونية علشان تقدر تواصل مسيرتك عشان توصل للي أنت وصلت له النهاردة النهاردة الخميس الأداء اللي أنتو شفتوه بهؤلاء اللاعبين المتميزين جدا بالصفقات اللي أسعدتكم كلها كل ده ما كانش ينفع يحصل إلا طبعا جدا المهانس عدل القيعي كان يتفاوض اللعيبة وأنتو بتلاحظوا وصلت أرقامها لأرقام مش طبيعية البعض كان بيزايد ويدخل على خط المفاوضات ويعل القيمة عشان يعجز الأهلي لكن الأهلي بقوته الاقتصادية وبالعمل المنضبط جدا فيه قدر يوفر كل هذا الدعم بما زاد عن 200 مليون جنيه ده ما كانش حيجي لولا أنت بتدير نادي منضبطة حقيقية موفرة لكل هذا المال توصل للي أنت وصلت له ده من تدعمات عالية جدا بلعيبة ما كانش يقدر الأهلي يجيبها لولا عنده هذه القدرة واستمرارا للمهام اللي المجلس بيقوم بيها فتح الملف الإنشائي طبعا أنتو فاكرين منذ تولى المجلس وجه الشكر لمجلس الإدارة السابق عليه بقيادة المهندس محمود طاهر أنه كان أخذ الأرض الجديدة في التجمع لكن الأرض كانت فيه منطقة محفورة بعنق شديد جدا كانت عايزة أموال كبيرة جدا عشان يحصل لها تسوية لكن تمكن مجلس الإدارة من التفاوض مع وزارة الإسكان وتبديل الأرض بقطعة أخرى سليمة عشان يبدأ عليها المشروع الكبير ما أن أعلن الأهلي عن فتح باب العضوية دي الأرض الأديمة بالعيوب والمشاكل اللي فيها ثم هتلاقوا بعد كده تم تبدلها أنت وصلت المسيرة الإنشائية في تطوير الشيخ زايد وصلت المسيرة الإنشائية فيما يخص مقر الجزيرة ومقر مدينة نصر عمل ترفع كفاءة المكان بتعمل تحديث لكل هذه الإمكانات في كل النادي عشان تظهر أصوار النادي بهذا الشكل المبهر واللي بيمثل فعلا نقلة حضرية ذات قيمة عالية للنادي الأهلي ويمثل ده أهلي مدينة نصر ويمثل طاقة ومنفذ جديد لمورد لمورد جديد أصوار النادي الأهلي أنا بقول بإذن الله تتجاوز الـ 50 مليون في السنة فأنت بتجيب فلوس من على الأصوار مش حد بيكتب عليها أي حاجة لا أنت بتجيب فلوس من الأصوار بتطور مستوى الأصوار بتاعتك بتديها لمسة حضرية مميزة جدا عشان تحمل اللي حتكون عما قريب إن شاء الله في الصورة دية كل بوابات النوادي كل بوابات الفروع حيوحد هذا المدخل العبقاري كل مقرات الأهلي عشان يكون النصر ده بهذا التحليق اللي لا يمن وأبدا بإذن الله يستقبل زواره وأعضاؤه هذا النصر عملت كل هذه الإنشاءات بكل هذا الدعم المالي الكبير طبعا الخطة الإنشائية شغالة بشكل كبير جدا وإن شاء الله في المواعيد المقرر لها يحتفل الأهلي بافتتاح كل التطوير أو كل أعمال التطوير اللي بتتم في الفروع المختلفة الشيخ زايد مدينة نصر الجزيرة ويبدأ العمل أيضا في التجمع ومع ده أنت بتفتح أبواب العضوية للأعضاء الجدد حجم الإقبال اللي على الاشتراكات في النادي قبل يناير ما ينتهي حجب فعلا تسعد كل واحد أهلاوي إن أنت تكون عندك هذه النوعية من العدد الكبير جدا كمان من الأعضاء الرغبين في الحصول على عضوية النادي استغلالا للسعر الحالي وده عشان أفكر حضراتكم بيه لأنه خلاص ما عادش متبقى في يناير إلا أيام قليلة العضوية العاملة الكاملة للنادي الآلي بتلتمائية وخمسين ألف جنيه في فبراير حتزيد إلى خمسمائة ألف جنيه دي تشمل كل المقرات وده عضوية عاملة كاملة يتمتع صاحبها بكل الامتيازات اللي بتكفل الترشيح والتصويت وكل ما تعنيه عضوية الجمعية العمومية للنادي فالدلوقات بتلتمائية وخمسين ألف جنيه حتزيد حتبقى بخمسمائة ألف جنيه في فبراير عشان كده فيه إخبار شديد جدا من ناس كتيرة قوي يوميا بالألاف على الحصول على هذه العضوية وللتيسير لكل الراغبين في الحصول على عضوية الأفرع عمل الأهل عضوية مستقلة لعضوية فرع التجمع بـ 200 ألف جنيه العضو اللي بيحصل على هذه العضوية من الآن بياخد الحق في أنه هو خلال أربع سنين وبيدفع النص ويقصة الباية على أربع سنين لو عايز لكنه كمان خلال الأربع سنين يحقله ينقل العضوية من عضوية فرع إلى عضوية عاملة كاملة ويحتفظ بالسعر الأساسي اللي كان وقت عصوله على هالي وقت 350 ألف يزيد في فبراير يبقى 500 ألف هو ملوش دعوة ممكن يزيد في السنة اللي بعدها لأكتر من كده هو ملوش دعوة هو ربط واستفاد من الميزة اللي على أساسها أسس العضوية دلوقت وأيضا عضوية الشيخ زايد حاليا 125 ألف جنيه أعتقد هتزيد إلى هي 120 هتبقى 175 أيضا في إقبال كبير جدا على الحصول على العضوية في الأسعار الحالية كل ده أنت بتعمله لخدمة هذا المجتمع الكبير والتأهيل كل الرياضيين في كل الأفرع ده فرع الشيخ زايد اللي الحقيقة بيمثل إضافة كبيرة جدا للمنشآت الرياضية لأنه بقدراته العالية جدا وإمكاناته أعتقد كل أعضاء الشيخ زايد سعداء جدا أنا عايزة نبه بس هذا مبنى إداري وليس الكلاب هوس الحقيقي تاني بيتبني دلوقتي صحيح هتشوف حاجة تعف شفتوا حجم الإنجاز اللي بيتم وشفتوا ما يقدمه الأهلي للمنتخبات الوطنية من دعم كبير جدا بالعناصر والكوادر في كرة القدم خلال سنة أنا في رأيي الشخصي لم تتحقق الرغبة الكبيرة جدا والهدف المشروع اللي كان بيمثل الأمل لكل واحد أهلاوي إننا نشوف البطل لدور أبطال أفريقيا ويسافر لبطولة العالم للأندية لكن للمرة الثانية إنجاز الأهلي في كرة القدم يتساوى بين المجلس الحالي في أول سنة ليه والمجلس السابق في آخر سنة ليه المجلسين وقفوا عند درجة واحدة الفوز ببطولة الدوري واللعب في نهاية دوري أبطال أفريقي الاتنين تساوف كده يمكن المجلس الحالي بدأ يحدث وغير المسبوقة الناس اللي كانت مش عارفة تحارب الفكرة إزاي شوية يتكلموا على ارتفاع كبير جدا وشوية يتكلموا على في علاقة اللعيبة مع بعضيها وإزاي ده حيلعب وده مش حيلعب لكن لحظوا حاجة كل اللي يتكلموا على صفقات الأهلي وأسعارها محدش فتح بقه عن صفقات الآخرين ما سمعناش كلمة تقيم صفقات الآخرين بكام ومين نجح ومين فشل وخمسين ستين لعب في الثلاث سنين اللي مشوا ببلاش بعد ما جاء جم بفلوس كتيرة محدش تكلم الناس دايما وأبدا جاهزة في الكلام عن الآهلي لما يتعلق الأمر بأي صفقة أو بأي حاجة يبقوا شايفين إن هي هتفيد النادي الآهلي أو هتمثل إضافة لفريق النادي لال توالت هذه الصفقات كانت فلسفتها باشموندس الدعم النوعي أوي أولا دعم مدروس في المراكز اللي انت فعلا محتاج ونس اندهش تأول زي تبتدي بالجانب الهجومي أنا قلتلك التسلسل كان ماشي مع درجة صعوبة المفاوضات اخلص باللي تقدر تخلصه الأول لكن الدعم كان جاي جاي في كل المراكز اللي انت محتاج له وبالنوعية اللي تشتريك اللي تشتريك أيوة كفاءة لكن بشخصيتك بقى عشان تضمن مش عايزين دوش عايزين ناس تخش تعشق وتشتغل فأعتقد اللي جاي أفضل بإذن الله ما هو موجود من عناصر مع ما قتى للدعم وكله لمصلحة الفريق وما تصدقش ان في حد حينفسن على حد أفضل لا مش موجود الأهلي كسبان أنا لو أنا راجل في الفريق وبقالي سأنا ما روحتش كاس العالم مش يهمني فريقتي تدعم وتوديلي كاس العالم أنا بقى كلعيب طبعا 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 الإقبال على عضويات زي ما أنا قلتلكم بيشهد اهتمام كبير جدا من مئات أو ألاف الأعضاء لأنه وقت ما يتم غلق الباب أو رفع الأسعار هتكتشفوا قد إيه الأهل القيمة عند أبناء هذا المجتمع قد إيه ناس بتنزل أنا فيه ناس بتكلمني اللي رجع من الإمارات واللي رجع من الكويت واللي رجع من فرنسا جاي عايز يلحق يعمل عضوية النادي الأهلي قبل ما تغلق هو ده النادي الأهلي وهو ده تأثيره في مجتمعه وهو ده ارتباط الناس بيه وهو ده اللي خلاه دايما وأبدا أقوى من كل هذه الأعصير ودايما وأبدا أعقل بكتير جدا من أي صرصرة ودايما وأبدا عنده القدرة على الإصرار والرغبة في النجاح وكلما زادت الضغوط عليه زي ما المهندس عاد ليفتتح الحلقة زاد لحمة زاد رغبة زاد إصرارا في تحقيق النجاح لأنه فعلا معاك يا أهلي دي مسألة مش من فراغة مش مهندس لا ده 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 اختيار زكي جدا وانا قلت ان كلمة وي بتلخص معنى حقيقي لكل الأمور يعني وترسيخ لقيمة العمل الجماعي وبعدين ما يقولك وياك يا أهلي ونحبك يا أهلي هذا اختيار دقيق للألفاظ واختيار دقيق للشعار والسلوجن بتاع الحاملة بتاعهم أعتقد أنه هتشوف نتيجته قريب الأهلي في علاقاته مع الأندية المختلفة الحقيقة بينشت دايما وأبدا الاحترام المتبادل والحفاظ على حقوق الجميع أنا أعتقد ده كان موجودة باشواندس في كل المفاوضات اللي الأهلي عملها سواء ببيع لعيبة أو إعارة لعيبة أو شراء لعيبة أنت لازم تفهم أن أي حد بيتكلمك بيتكلمك من منظور المصلحة من منظور المصلحة آه في مبالغات بتوصل لك ساعات أنك يعني مش مسادة بقى أنك أنت حتتطر تخش في أرقام بالمنظر ده لكن أنت بعد شوية بتبص تلاقي الدنيا استقرت عند هذه الحدود الاقتصادية فبتتطر تتعامل معاها لكن في كل الأحوال أنا قلت لك قبل كده اللعيب الغالي واللعيب الرخيص اللعيب الغالي اللي ما تستفيدش منه اللعيب الرخيص اللي يجيب لك بطولات مهما دفعت هنا ومهما دفعت هنا صحيح طيب يوم الاتنين اللي جاي إن شاء الله 28 يناير الأهل ووادي دجلة دي مباراة أيضا مهمة جدا فريق دجلة فريق بيمرانه مدرب يوناني خلق له شخصية تكتكية مميزة الحقيقة يلعب كرة طبعا عشان تمسي الكرة على الفرقة دي ماشي صعب جدا فالمباراة هتكون الساعة 8 مساء للأسف مش هنقدر نتواصل معاكم في ملك وكتابة وقتها بسبب الملعب الأهل وتستمتعه إن شاء الله بهذه المباراة اللي من خلال أداء الأهل النهاردة بقى الأمل بإذن الله في استمرار هذا المستوى أنا استمر بالظبط واللعيبة يكون ومؤكد أن عندها هذا القدر العالي من الرغبة في أنها تقدم أحسن في كل مباراة لأنه حتى المنافسة الداخلية وهو ده دي ساعدة أي مدرب من ساعد للحلقة اللي فاتت قال مرتن لسارتي لسه ما بقاش حيران نفسنا إنه يحتر شوية يحتر لما تتوفر عنده هذه العناصر النهاردة الراجل هو بيتكلم بعد المباراة قال قال إنه حتى بقينا لو حد لأي ظرفة يغيب ما بنشعرش بالقلق نتيجة وفرة بقية العناصر المميزة فيارب بإذن الله ربنا يحفظهم ويكونوا دايما وأبدا في أحسن حالة من الجاهزية الاتنين هيكون الأهلي مع ودي الدجلة والساعة تمانية مساء في ملعب بيترو سبورت المباراة مباراة الدور الأول كانت انتهت بفوز الأهلي بهدف صلاح محسن وصلاح محسن واحد من المهاجمين المتبيزين جدا الوعدين بقوة صلاح محسن يمكن الإصابة أبعدته الفترة اللي فاتت لكنه دخل في الأيام الأخيرة في تدريبات الفريق الجماعية وإن شاء الله يدعم صفوف الفريق في الفترة اللي جاية ودي دجلة عنده عشرين نقطة من تسعة تاشر مباراة والأهلي زي ما شفتوا النهاردة حقق الانتصار الكبير على المقصة وأصبح عنده تلاتين نقطة الأهلي ودي دجلة لعبوا تلات تاشر مباراة قبل كده فاز الأهلي تسع مرات وتعدوا تلات مرات فازوا ودي دجلة مباراة واحدة أهداف الأهلي 14 في مرمى دجلة ودي دجلة سجل في الأهلي مرتين فقط هداف الأهلي في مبارياته مع دجلة عمر جمال هدفين وعمر جمال تم قيده في القيمة المحلية باش مهندس أنا كنت حاسس بكده ربما ده توقيت أنت محتاج فيه عمر وهو عمر محتاج هذا القيد يعني أنا عايز أشوف بعمر جمال بتاع متخب مصر اللي طلع زي الوحش وأبهر الجميع يا رب تكون فرصته المرة دي يحقق اللي هو عايزه عمر ورامي ربيع الاثنين تم قيدهم في القيمة المحلية يا سلام لو أنت بتقول لي إيه تصور بقى هذا السنائي يرجع لك كده أساسي المنتخب مصر ما أستخيل الأهل ده يبقى عامل إزاي كل ده والحاوي مصاب يعني يعني الحاوي ربنا يشفيه بسرعة لأنه عامل موسم يعني مش عايزه يغيب لأنه هو مرشح أنه يبقى أفضل لاعب في الدوري المصري وعنده القدرة دي طبعا عنده الفرصة عنده القدرة عنده الإمكاناته عنده كل حاجة هدف ودي دجلب في مبارياته مع الأهل خمس لعيبة لكل منهم هدف في الأسبوع العشرين للدوري يوم السابت 19 يناير المقولين العرب التعادل مع النجوم 2-2 الحقيقة النجوم أحمد سامي عامل فرقة كويسة جدا ويعماد النحاس لا هي فرقة تبهرك يعني الأداء اللي بيقدوه الحقيقة ما كنتش متوقع انت كده أوانا بس عاملين أداء جميل جدا وعنده بدت عندهم الجمهير بدت تحفظ أسماء بعض ناس عامده طيب أنا ألاحظ دلوقتي عدد كبير من ولاد النادي الأهلي بيقودوا أنديت الدورة الممتازة خد يزيد عن أكتر من نصف العدد دا كان زمان مش موجود خالص الكلام دا يعني ألاقي عادل عبر رحمن آخر العنقود بيقود سموحه وانبارة عمل مباراة قوية جدا ضد علي ماهر مع إنبي ألاقي حمد صدقي بيقود تجربة هيلة جدا في الجونة ألاقي أحمد سامي عمل تجربة هيلة جدا مع النجوم ألاقي كابتن مختار في الانتاج الحربي ما شاء الله ماشي بالفرقة بشكل جيد جدا ألاقي عماد النحاس مع المقولين عمل نقلة كبيرة أولي دا الوضع الطبيعي أستاذ بريبي تنزل تمرانة في أحسن مناخ وتحت أحسن إدارة وتحت أحسن إدارة فانية ألاقي عبد العالم في الداخلية طبيعي لو نقل تنزيل خير وحسام وإبراهيم في بيراميدز البرد دا مش هيخلص يعني؟ منت خلصت الصفقات فيستلمك البرد هو كان إيه ساكن على شوية عشان مراعي الجمهور بس فأنا بقول أن دا منطقي وطبيعي اللي عاش في الأجواء بتاعت النادي الأهل اللي لازم يطلع حاجة كويسة طيب اتلعب أيضا بيراميدز طلع الجيش كان في الأسبوع العشرين النتيجة فاس بيراميدز الثلاثة واحد حرص الحدود مع الجونة الجونة كسب اتنين واحد سموحة وإمبي زي ما قلتلكوا تعادلوا صفر صفر الانتاج الحربي والداخلية تعادلوا اتنين اتنين ستستكمل بقية مباريات الأسبوع كما يلي يوم الاثنين اللي جاي الأهلي مع دجلة ويسبقوا الإسماعيلي مع الاتحاد السكنداري الحقيقة الإسماعيلي حقق مكسب على بيترو جيت واحد صفر لكن كمان كل الأمل أن الدرويش يخرجوا من هذه الكبوة إسماعيلي تعرض لكبوة أفريقية كمان نتيجة شغب جامهيرو للاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا نتمنى أنه يكمل في البطولة لكن ما حدث في مباراته أودى بالاتحاد الأفريقي إلى معاقبة الإسماعيلي بالاستبعاد من البطولة وليتفرغ الدرويش لبطولة الدوري وعندهم شغل كتير جدا مطلوب علشان الإسماعيلي يرجع لمكانته ووضعه الطبيعي شوف مشكلة الأزمات إنها إذا ما كانش يصاحبها وعي هائل وتلاحهم هائل من كل العناصر بتضاعف من الأزمة يعني خروج الإسماعيلي من هذه الأزمة لا ينبغى أن يكون بعيدا عن جماهيره لازم الجمهور يلتف حوالين إدارته دلوقتي أنتم مش هتكسبوا حاجة خليكم مع ضردكم عشان تلحقوا وتعبروا هذه الأزمة اللي يعني لا تليق بالنادي إسماعيلي ولا يليق بالإسماعيلي أبدا أنه الناس تحطوا دايما في مشكلة مع الأهل ولا في مشكلة ولا في مشكلة تاريخية حتى يمكن كنا مجهزين معالجة كبيرة جدا لعلاقة الأهل بالإسماعيلي وكيف أن الجحيم هو الآخرون زي ما قال جان بول سارتر المشكلة مش فيه أنا وإنت المشكلة في الآخرين اللي هيحاول يوقعوا بيني أنا وإنت فدايما وأبدا علاقة الأهل بالإسماعيلي تلقى النفع في الكير باستمرار عشان تفضل دايما وأبدا أن المنطقة مشتعلة حتى لما الإسماعيلي بيتعرض لعقوبة من الاتحاد الأفريقي ألاقي مسؤول إداري يطلع يقول بينتقد الكاف على القرار ويقول طب ما الأهل يقام جمهوره عمل إيه علاقة الأهل ومن إمتى جمهور الأهل ارتكب مثل هذه الأعمال اللي تعوقوا إكمال مباراة إمتى دا حصل وهو هل الأهل يجمل من الاتحاد الأفريقي مش كلكم تابعت وشفتوا قرارات الكافل في النهاء الأفريقي آه أقرب حاجة الأهل مع الترجي شفتوا القرارات الفورية اللي صدرت ضد وليد أزارو بعد ساعات من مباراة القاهرة أو مباراة برج العرب وتهديد للمدارد وفي المقابل بعد شهرين من انتهاء مباراة تونس تصدر عقوبة ضد الجماهير التونسية هو دا الأهل اللي بيتجامل لكنه زي ما بقول لكم لا الإسماعيلي ما يستحقش أبدا أن يكون في هذه الوضعية إسماعيلي واحد من قلاع الكرة الجميلة في مصر يحتاج ويستحق أن يكون فعلا في وضعية أفضل من كده بكتير لكن باستمرار الكلام على علاقة مع الإسماعيلي لا الإسماعيلي عمره الأهل يحرموا من التدريب في ملاعب الأهل وقت التهجير أثناء الحرب بل أن هذه الكذبة التاريخية هو دا اللي بخير رد دولاتي سيد أبراهيم التاريخ بيقول لنا كده الكذبة اللي ما بيتردش عليها في معادها بتتحول لحقيقة الناس بتصدقها جيل بعد جيل بيصدقها شفتوا الكابتن سيد عبد الرازي وشفتوا الكابتن على أبو جريش وشفتوا كتير جدا من كبار نجوم الإسماعيلي القدامى اللي عاشوا الفترة دي قالوا لا حصل إن احنا اتمنعنا إن احنا نتضرب في الآله ولا طلبنا الإسماعيلي كان المخيمات بتاعته موجودة في مركز شباب الجزيرة وكان بيتمرن في هذا المكان فبالتالي حتى لما كان بيستضاف هنا أو هنا أو هنا ما كانتش المسألة نتيجة إنه اللي لاه لرفض والآله دائما وأبدا ما بيرحب لكن دائما قلت لكم هو الجحيم يكمن في الآخرين دائما وأبدا اللي بيحاولوا يوقعوا هذه الفتنة الزميل أحمد أسامة الحياة في برنامجه على اليوتيوب عمل رد كبير جدا هنتعرض له في الأسبوع اللي جاي لمعالجة هذه القضية اللي بنتمنى إنه يا جماعة أرجوكم لحظوا خطورة اللعبة بالنار فيما يتعلق بالجمهور الضغط على الجمهور ومحاولة إحداث الفتنة بين الجماهير نتائجه أنتوا جربتوها كمان في حاجة أستاذ إبراهيم إنك تجريني إن كل أزمتي هو النادي الأهلي ده ده خليني ما بعليكش المشاكل يعني أنت أما كل يعني حتى النهاردة لما يتقال لك للإتعادل الأفريقي إيش معنى ما معقبته والآله حصل منه إيه عشان يعني يتعاكم من الإتعادل الأفريقي إيه اللي حصل من الأهلي وجماهيره ده بالعكس أنا أرى وكل الناس شافت كيف لم يعالج الملاف بتاع مباراة الفاين بتاع الترجي بالعناء الواجبة من عناصر لعبة المسؤولة في داخل مصر يعني مش مش الأهلي بيجامل يجامل في إيه مش دي النقطة للرد فيها لكن كمان إن كل ما يحصل أزمة يبقى الإسماعيلي مشكلته إنه دي تم خدناش لعيبة تبقى المشكلة ييجي سيرت الأهلي اللي دلوقتي نوع من إنك أنت بس في سهال أنت بترمي على أي شماعة جاهزة عندك وخلاص والأهلي مالو ها بمشكلة أن أنت في عقوبة توقعت عليك من الإتعادل الأفريقي طيب أيضا في الملف طبعا أنتوا تبعتوا المشاكل بتاعة الفترة اللي فاتت ولجوء النادي الآلي للقنوات الشرعية حفاظا على حقه دفاعا عن جموزه ومراعاة لمشاعر جماهيره وتقدم الأهلي بمذكرات مشفوعة بكل المستندات للجهات المسؤولة طبعا لحد دلوقتي ما عرفناش مصيرها إيه الشكاوي إننا لمنتظرون إننا لمنتظرون لأنه السكوت على أمور بهذا الحجم وبهذا الشكل لا ما ينفعش الأهلي مذكرة راحت لدولة رئيس الوزراء مذكرة راحت للدكتور علي عبد العام رئيس مجلس النواب مذكرة راحت للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأيضا مذكرة للجنة القيم والأخلاق في اللجنة الأولمبية ومذكرة للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم ومذكرة للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد حتى الآن الأهلي ينتظر جمهور الأهلي ينتظر الكل يترقب أنا لي حق أنا تعرضت لسباب وتعرضت لإساءات وتجاوذات فجة جدا بس الحقيقة ما يسجل بالخصم من الرصيد المباشر هو على الإعلام وعلى الصحافة بالتحديد لأنه لشوفنا انزعاج لشوفنا الناس اللي بتحاسب الأهلي على الكلمة محدش كتب ولا حد تكلم ولا حد نطق ولا حد تصدق ولا حد العيد وكأننا إحنا استسهلنا الخوض في الأعراض الإساءة للزمم الكلام عن القيم والرموز الضغط على مشاعر الجمهير الإساءة إلى نادي كبير بحجم وعظمة وقيمة الأهلي الناس استسهلت الغلط وسكتهم بل إن لما حد يجي يتكلم في الظاهرة يساوي بقى بين زيد وعبيد ودي ظاهرة غريبة جدا جدا الاختباء وراء فكرة القطبين أنا عايز ألوم الزمالك على اللي بيحصل فيه أقولك اللي بيحصل في الأهل والزمالك مع أنه ممكن يكون الأهلي ما عملش حاجة أو يجوز إن الزمالك ما عملش حاجة ما تلوم الأهلي إذا كان الخطأ صادر بس من النادي الأهلي ما تخلى عندك هذا النظرة الموضوعية ولوم الأهلي وخلى عندك هذا القدر من الشجاعة ولوم الزمالك إذا كان الخطأ صدر من الزنالك. لكن ايه ربط الاتنين بربط برجير واحدة. اسهل حاجة. وتمال يجي يقول لك ايه? عيب التراشخ بين الاطراف. طرب بيش وطرب ما بيردش. هو مش عايز يقول لتاني عيب. يعني ازاي ازاي عيب عيب هو عيب بس عيب ان انت ساكت. مش عارف والله. لا عيب انك بتشتكيه. الا استمرارا لفكرة التوازنات اياها حتى التوازنات مش بنتكلم في كرة. بنتكلم في قضايا اخلاقية. كتير من العراض ما قبل كده الاسبوع اللي فاتت نموزجين لمقالات رأي بالاهرام. النهاردة ايضا او قبل يوميا كان الزميل والاستاذ عادل امين في الاهرام. كاتب لا تلعبه بالنار اياها الصغار. وبيقول الراجل تمر الكرة المصرية بحالة انعدام وزنه وكذا وكذا. الا ان ما يشهده الوسط الرياضي في مصر من انهيار اخلاقي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وحرب الاتهامات بين مسؤولي الاندية. بين مسؤولي الاندية. هتولي اتهام صدر من النادي الاهلي ورئيسه الكابتب محمود الخطيب اساءل اي حد. هو يقدر يكتب الحقيقة? هو اسهل ويكتب كده. هو ليه? هو ليه بجد? ما تقول انه مرتضى منصور غلطان? ما تقول انه زي مالك اخطأ لما قال كذا كذا كذا. مش ده الناس سمعته? ما الناس اللي سمعته هي الناس اللي بتقرأ. ما تسمي الاشياء بمسمياتها? ايه المشكلة? في انه فيه شخص ما اخطأ. هذا الخطأ في الناحية الاخلاقية والسلوكية يسمى اسمه ويولم على فعله. لكن اللي امتى هنفضل دايما وابدا مساويين بين الجانو والمجن عليه. واحد غلطه واحد اتغلط فيه. فمش قادر اقول للغلطان انت غلطان اقول لتنين بلاش خناقة. اه. طب يا فين الخناقة? خدوا كتير بقى من النمازج اللي زي كده. في البرامج وفي مقالات الرئيس. عشان كده مش مش هتتصلح الامور بسهولة. دي عارف دي بتفكرنا بياه استاذ ابراهيم. اه. لما فضلنا في امور الرعاية. اه. كل ما تخش. ولكو الاهل والزمالك كل واحد خمسة خمسين في المئة. الاهل والزمالك الاهل والزمالك. لحد من انتم يا جماعة. عايزين مرة واحدة. كل واحد يسوق لوحده. والقيم تتضح. هو ده بالزب. المسوافر قيم التسويقية الظالم اللي كان زمان بيتم. اه. وكان بيعتبروه حق غير قابل للنقاش. النهاردة اهرد الواقع افرزته. اما تيجي تقول برضو اللي اتنين. مسؤولي الاندية. لا. اللي غلط فلاني الفلاني. يطلع ان اسمه محمود الخطيب. يتقال محمود الخطيب غلط. غلط. يطلع. انما. انت انتباعي. انساني قاعد ساكد بولام. على صمته. على ادبه. وعلى تعفوفه. وعلى ادراكه لمسؤوليته المجتمعية. واهتمامه. بانه مزيدش حالة الاحتقاد. واحترامه لذاته. وانا دي. كل كلمة التانية يقول لك. تراشق وتبادل مش عارف. لان ما فيش تبادل يا حبيبي. في واحد بيتهاجم ووتاني بيلجأ للقانون. يقول له. العيب تيلجأ للقانون. طب. نعمل ايه؟ ما هو المطلوب. على أي حال نحن الوقت بعين محترين نختم بوي ولا بزن النوادي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم بس نبتدينا بمعك يا أهلي نختم بزن النوادي بخير ما كتب وأبدع سمو الأمير الراحل عبدالله الفصل وغنى العندليب عبدالحليم حافظ للنادي الأهلي زين النوادي تصبع على خير